بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أحمدك ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فيقول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وتدور ندوتنا اليوم التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتعاون مع صحيفة عقيدتي حول موضوع منزلة الشهداء عند ربهم ويحاضرنا فيها عالمان جليلان من وزارة الأوقاف معنا فضيلة الدكتور محمد السيد نصار مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعاء بالوزارة وفضيلة الشيخ محمد عبد الظاهر مدير إدارة التدريب عن بعد وهو يشرفنا للمرة الأولى في هذه الندوات أهلا به وسهلا ومرحبا وبين يدي الندوة نتوجه بخالص التحية والتقدير والشكر إلى معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على رعايته لهذه الندوات رعاية كاملة واهتمامه بها وحرصه على انعقادها ونحن نعقدها حاليا في ديوان عام وزارة الأوقاف نظرا لظروف كورونا التي تمر بها البلاد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء وأن تعود كما كانت تعقد في مسجد الله سبحانه وتعالى ونبدأ الآن مع فضيلة الشيخ محمد عبد الظاهر يحدثنا في موضوع الندوة فليتفضل مشكورا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل رفع مكانة الشهداء جعل لهم مكانة عظيمة ودرجة رفيعة حيث اشترى المولى تبارك وتعالى منهم أنفسهم وأموالهم كما قال جل في علاه في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال جل في علاه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون والمولى تبارك وتعالى أشاد بهم كما أشاد بفعلهم ألا وهو الجهاد في سبيل الله وزكى المولى تبارك وتعالى أرواحا وأبطالا ضحوا بأنفسهم حفاظا على دينهم وحفاظا على أهلهم وزويهم ودفاعا عن أوطانهم وجعل المولى تبارك وتعالى كرامات متعددة لهؤلاء الشهداء منها أنهم يحبون الرجوع إلى الدنيا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ما من أحد يحب الرجوع إلى الدنيا وله في الدنيا ما فيها إلا الشهيد قال صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الكرامة قال يسأل المولى تبارك وتعالى الرجوع في الدنيا مرة أخرى لما يرى من كرامة أعدها الله عز وجل للشهداء كذلكم المولى تبارك وتعالى رفع أقدارهم وزكى درجاتهم فجعلهم المولى تبارك وتعالى في الجنة يصرحون كما يشاءون كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مسليا صحابته في شهداء أحد يوم أحد قال النبي للصحابة أتدرون ما فعل الله عز وجل بمن أصيب في أحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام جعل الله عز وجل أرواحهم في حواصل طير خضر تصرح في الجنة أينما شاءت معلقة في هذه القناديل من زهب في ظل عرش الرحمن يوم القيامة كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزكية لفعل الشهداء قال عليه الصلاة والسلام أعد الله عز وجل للشهيد سبع خصان قال عليه الصلاة والسلام يرى مقعده من الجنة عند أول دفعة من دمه وبشأن هذا الأمر لا يجد الشهيد من ألم الضربة كما قال عليه الصلاة والسلام إلا كما يجد أحدنا من مس القرصة أو كما روي عن الحبيب عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام زكى أجر الشهداء ومولانا جل في علاه زكى فعل الشهداء كذلكم من رحمة الله عز وجل علينا أن جعل فعل العبد حتى نية العبد يؤجر عليها قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله عز وجل من نزل الشهداء وإن مات على فراشه أو كما روي عن الحبيب عليه الصلاة والسلام كذلكم سعي العبد وسعي المسلم في الدنيا على نفسه وأولاده من عظيم منة الله وكرمه علينا أن جعل فعل العبد في ذهبه إلى العمل في غدوة أو روحة جعل ذلك يعادل أجر شهيد كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرأى النبي والصحابة رجلا من جلده ونشاطه فتعجب الصحابة وقالوا يا رسول الله والله لو كان هذا في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام مبينا وموضحا قال إن كان يسعى على ولده صغارا قال عليه الصلاة والسلام فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله أو كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أسأل المولى تبارك وتعالى أن يرحم شهداءنا وأن يتقبلهم في أعلى عليين إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أجر الشهيد والحديث عن الشهيد لا يمكن أبدا أن نوفيه حقه مهما تكلمنا وإنما الذي يوفيه حقه سبحانه وتعالى هو المولى العلي القدير الذي وفاه قدره وأعطاه حقه ولا أحد غيره يوفيه حقه وإنما نحن نعطي إشارات سريعة لفضل الشهالة في سبيل الله وفضل الشهداء والآن مع فضيلة الدكتور محمد السيد نصار يحدثنا في موضوع الندوة فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن وله وبعد إن منزلة الشهادة عند الله تبارك وتعالى عظيمة ولا أصدق من ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتمنى أن يموت وأن يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم ولجمال الشهادة طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمناها حتى وإن كنا على فراشنا فقال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كله دليل على أن الشهادة لها منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى فبها يعني يشتري الإنسان آخرته ومنزلته العظيمة عند الله تبارك وتعالى يقول المولى تبارك وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ويقول سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا علي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ولعظيم الشهادة اهتمناها الصحابة ردوان الله عليهم أجمعين بل كانوا يسارعون إلى نيل هذه المنذلة العظيمة التي أعطاها الله تبارك وتعالى للشهداء رأينا مثلا سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في غزوة أحد وهو يجعل من جسده سدا منيعا ويقول نحر دون نحرك رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع له أبويه في غزوة أحد ويقول له إرم سعد فداك أبي وأمي رضي الله عنه وأرضاه رأينا مثلا سيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه لما كان في غزوة أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن النضر من يذهب فيتحسس الشهداء وينظر ماذا فعل بسعد بن الربيع فذهب سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه فوجد سعدا في الرمق الأخير فقال له يا سعد رسول الله يقريك السلام ويقول لك كيف تجدك يا سعد فقال له وعلى رسول الله السلام بلغ رسول الله مني السلام وكله إني أجد رائحة الجنة دون أحد فهم أنس لينصرف فناداه سعد يا أنس يا أنس قال ماذا تريد يا سعد قال وبلغ أمتي مني السلام وكلهم لا عذر لكم إذا خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف حتى وهو ينازع الموت رضي الله عنه وأرضاه حتى وهو يفارق الدنيا رضي الله عنه وأرضاه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيطر على كيانه كله حتى أنه يدعو المؤمنين جميعا إلى أن يدافعوا وينافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولته الشهيرة لا عذر لكم إذا خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف وهذا زيد بن الدسنة رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة الأكابر الذي لما كان في غزوة من الغزوات وقد أسر في هذه الغزوة فأسرته قريش فقال له أبو سفيان نتركك على أن تذهب منها هنا وتقتل محمدا قال أنا والله لا أفعل ذلك أبدا قالوا نتركك على أن تتمنى مجرد أن تتمنى أن يكون محمدا هاهنا في مكانك قال لا والله لا أفعل قال حتى الشوكة تشاك قدم رسول الله لا أرضى بذلك أبدا حتى قال أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه وكان ذلك قبل أن يدخل في الإسلام قال عجبا والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد رضي الله عنه وأرضاه ولذلك أنشض بعضهم أبيات في هذه الحادثة قال فيها أسرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجر إلى السياف سألوه هل يكفيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإطلاف فأجاب كلا لا نجوت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف رضي الله عنهم أجمعين حتى الأطفال الصغار في حديث الإمام البخاري رضي الله عنه من حديث عبد الرحمن بن عوف أن لما كانت غزوة بدر يقول عبد الرحمن بن عوف وبينما أنا في الصفوف يوم بدر وإذا بفتيان حديث السن يقف أحدهما عن يساري والآخر عن يميني وإذن بالذي عن يساري يغمزني سرا من صاحبه وهو يقول يا عم يا عم أما ترى أبا جهل قال ماذا تريد منه يا ابن أخي قال خبرت أنه يصب رسول الله وقد أخذت العهد على نفسي أن لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا يقول فنظرت عن يميني فإذا الذي عن يميني يغمزني سرا من صاحبه لا يريد أن يراه الذي عن يساره وهو يقول يا عم يا عم قلت ماذا تريد يا ابن أخي قال أما رأيت أبا جهل قال وما تريد منه قال خبرت أنه يصب رسول الله وقد أخذت العهد على نفسي أن لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا قال فنظرت فإذا أبا جهل يصول ويجول في الناس فقلت أما طرياني هذا الرجل قال نعم قال فهذا صاحبكم الذي تطلباني قال فانطلق إليه كالسقريد فقتله ثم أسرع كلاهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأول قتلته يا رسول الله والثاني يقول لا ألا الذي قتلته والأول يقول ألا الذي قتلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما هل مسحتما سيفيكما قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم أروني السيفين ثم نظر النبي إليهما ثم قال كلاكما قتل معاذ بن عمر بن الجموح ومعاذ بن عفراء فتياني من الصحابة علموا الدنيا كلها حلاوة التضحية وجمال الوفاء حتى الأعرج وهو سيدنا عمر بن الجموح رضي الله عنه الذي تمنى أن يطأ بعرجته هذه في الجنة فيموت شهيدا وقد أزن له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي رأيته بعد شهادته رضي الله عنه وأرضاه وهو في الجنة يطأ بعرجته هذه ورجلاه صحيحتان حتى الأطفال حتى النساء فهذه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها منذ فجر الدعوة وهي تقول يا ابن العمومة لا تخف كلا فلن يخزيك رب حاني أنت الذي تقري الضيوف بشاشة وتعين ذا نصب بغير تواني هذه النبوة قد أتتك فكلها أهلا لتمحوا مظهر التغياني فاثبت رعاك الله يا خير الورى واخضع لأمر الله في قوة وإيماني وما هذا كله إلا لحلاوة الشهادة وما أعد الله من منزلة عظيمة للشهداء عند الله تبارك وتعالى فهم يشفعون لسبعين من آل بيتهم وهم الذين أرواحهم في حواصل طير خضر تسبح في القنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين يزوجون من الحر العين وهم الذين لا يشعرون بألم الموت ولا بألم القتل كل هذه من منازل الشهداء التي أعضها الله تبارك وتعالى لهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا نعمة الشهادة وأن يتقبل منا ومنكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير معنا الدكتور وشكر الله لكم وفي ختامي ندوتنا نتوجه بخالص التحية والتقدير الأستاذ دكتور محمد مقترج مع وزير الأوقاف ونشكر كل الشكر والتقدير والتحية الدكتور محمد السيد نصار مدير عام الإرشاد الديني وعلى الشداء ووزارة الأوقاف وفضيلة الشيخ محمد عبد الزاهر مدير إدارة التدريب عن بعد بالوزارة وشكر موصول لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر